معنا من بيروت الكاتب الصحفي فيصل عبدالساتر سيد فيصل ألا تثبت هذه الشهادة للسانيورا الاتهامات التي وجهت لحزب الله باغتيال رفيق الحريري هذه الشهادة تثبت كذب كل هذه القضية من أولها إلى آخرها على قاعدة أن الرئيس السانيورا اختار أن تكون الشهادة وهذا الحديث على لسان الشهيد الرفيق الحريري وهو في دار الحق الآن ليس هناك ما يثبت هذا الكلام ولا يثبت صدقيته فهما هو نابع إما من مسألتين اثنتين المسألة الأولى هو أن الرئيس السانيورا يريد ألصاق هذه القضية والكذب على لسان الرئيس الحريري والمسألة الثانية أن يوجه اتهاما سياسيا آخر إلى حزب الله وكأنهم لم يشبعون بعد اتهامات سياسية إلى الجهات المختلفة من سوريا إلى الضباط في لبنان إلى الرئيس الحود ومن ثم إلى حزب الله ثالثا وهذا هو الأغرب في هذه القضية الغريب في الأمر أن الرئيس السانيورا لم يكمل لنا ماذا دار بينه وبين الرئيس الحريري عندما قال له هذا الكلام على الأقل كان مفترض أن يسأله متى وكيف وأين يعني هل يعقل أن يقول الرئيس الحريري للرئيس السانيورا اكتشفنا أكثر من محاولة ولم يسمع أحد في كل لبنان عن هذه المحاولات لا بإطلاق رصاص ولا بكماء ولا بتسمم ولا بأي شيء ثم الرئيس السانيورا يقف مكتوف الأيدي وكأنه لم يسمع شيء لم يقل له لا متى ولا كيف ولا أين هذا يصير علامات استفهام حول وظيفة هذه الشهادة وإن كانت يعني يجب أن توسم بحق فأنها يجب أن توسم بأن هذه الشهادة التي جاءت لتقتل الحقيقة التي نادى بها هذا الفريق ولكن سيد فيصل عبد الساتر ليست شهادة السانيورا غريبة المحكمة نفسها كما تعرف جيدا وجهت الاتهامات لخمسة من عناصر حزب الله على رأسهم مصطفى بدر الدين باغتيال رفيق الحريري نعم هذه الاتهامات قلنا أن هذا الاتهام هو جزء من سلسلة الاتهامات لكن لماذا سكت السانيورا عشر سنوات لم نسمع بمثل هذه القضية أبدا الآن حان موعد الإدلاق بالشهادة الآن المحكمة منعقدة في لهي سيد فيصل عبد الساتر وجاء وقت الشهادة الآن نعم وهل لبنان مفترض أن يتزامن الأحداث في لبنان على الوقت الذي يدلي فيه الرئيس السانيورا بشهادته طيب ما كان هناك الكثير من التسريبات والكثير من الشائعات التي امتلأت بها الساحة اللبنانية لم نسمع عن مثل هذه التسريبات ومثل هذه الشائعات إنه اختار الوقت المناسب أعتقد أنه يريد أن يضرب كل فرصة للحوار بين الأطراف اللبنانيين وهو صرح بذلك تقصد الحوار بين المستقبل وحزب الله سيد فيصل عبد الساتر نعم بالتأكيد بالتأكيد نعم بالتأكيد لأنه إذا كان فعلا كما يقول الرئيس السانيورا فلماذا يصر الرئيس الحريري على استكبال الحوار مع حزب الله لأنه يريد في النهاية يقول أنه معزو أنت تعرف أن الحوار بين الفريقين معزور عن قضية مشاركة حزب الله في سوريا وقضية الحريري أنت تعرف ذلك حيدتها ثاني نقطتان عن الحوار أنا أعرف ذلك لكن أعرف أيضا أن هناك إصرار من الرئيس الحريري على الاستمرار في الحوار وإبعاد كل ما من شأنه أن يعرق الآليات الحوار القائمة فتصريحات الرئيس السانيورا قبل الشهادة نفسها تنبئ عن أن هناك مناخا يريد إثارته الرئيس السانيورا وهو قطع الطريق أمام الرئيس الحريري بشكل أو بآخر من أن يعود إلى المنطقة نعم ولكن أفوا سيد فصل مع أن كتلة المستقبل النيابية أصدرت بيانا قبل قليل دعمت فيه شهادة السانيورا في لهي للأسف وقت المقابلة انتهى للأسف ربما ألتقي لاحقا شكرا لك في بيروت